ما هي الأخطاء التي لا تختفر لكارلوس كيروس في مباراة نيجيري؟ من البداية ليس مباراة نيجيري، من البداية في بطولة كاس العرب. أولاً، هناك تعالي كبير جداً جداً في التعامل مع الكرة المصرية، وهذا حقيقة. عندما نقول ذلك، لا نتجني عليه، لأن تعالي في التصريحات، والتعالي في التعامل مع المنظومة الكروية في مصر، سواء الجمهور، سواء اللعبين، سواء الجهازة الفنية، سواء الإعلام، لها كيفية في التعامل وطريقة في التعامل الأسلوب، ممكن يبقى فيه قبول من الناس. هناك تعالي كبير جداً جداً، هناك تعالي مع الجهاز الفني المنتخب مصر، وأعتقد أنه كان في حالة رفض لوجود أي حد من الجهاز المنتخب مصر يكون مصري، لأنه تحجيم بشكل كبير جداً جداً لكابتن دياس السيد، لمحمد شوقي، لعسام الحضري، في طريقة الشغل، وحتى التعامل مع اللعبين، هذا جزء يجب أن يكون فيه، أو لابد أن يكون التحاد المصري، يجب أن يكون فيه دور فيه، الجهاز الموجود النهار، دلوقتي يا كابتن أشرف، كم دلوقتي؟ والبطولة شغالة، أم من بعد؟ يعني خليني هاجل البطولة، ولكن كلمك من البداية، لازم يكون فيه دور، وإلا أنا بجيب الناس دي ليه، وبتأخذ مرتبات ليه، والمهاردة لما بدخل شوقي، وبدخل الحضري، ممكن كابتن الضيع عنده خبرات سابقة، ولكن لما بدخل شوقي، وبدخل الحضري، وكمان حتى على مستوى الخبرات اللي ممكن يكتسبها كابتن دياس سيد، لما يكون عندي مدير فني، هي دي الجزء الكبير والأهم بعد تحقيق نتائج المطلوب من المدير الفني، أن يكون عندي جهاز فني مصري، بيستفيد من خبرات الراجل اللي جاي يشتغل النهاردة هنا، وبيدينا خبرات كبيرة جدا للجهزة الفنية اللي موجودة عندنا، اختيارات كيروشا، نزلك عندها خبرات قبل ميستر كاروس كيروشا، أبتالي أن خبرات قلت، لأن الراجل ملغبة الحسابات، مستطيع تقرأ، حتى تحاول تشوف مثلا، هو بيفكر ازاي، ينوع التريك، او ايه المفاجأة اللي بيحاول يعملها، اختياراته عليها علامات استفهام، تشكيله عليها علامات استفهام، تغييراته عليها علامات استفهام، طب يعني نعمل ايه؟ معاك في كل اللي انت قلته، ولكن انا ابتديت معاك بالتعالي على المنظومة الكورية بشكل عام، من جمهوره، من اعلامه، من اتحاد مصري، لكرة الخدم، من اعلام، من اجهزة فنية، ومن جمهور، يعني تعالي غير طبيعي، طيب، ندخل في الناحية الفنية، إحاق اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر، لازم يكون من أهم الأساسيات اللي موجودة، أن يكون عندك نظرة ورؤية، يعني أنا بشوف اللاعب الجيد، اللي يقدر يفدني في المرحلة دي، وما بعد كده، الحقيقة اختياراته خطأة جدا جدا، رؤيته لتوظيف اللاعبين كمان داخل الملعب، توظيفهم خطأ بشكل كبير جدا أحمد، إدارته للمباراة، خطأة بشكل رهيب، يعني بتدير المباراة بشكل خطأ، أنت حتى مش عارف تتعامل معه، لا مميزاتك وإيجابياتك، عشان إمكانيات لعبتك، ولا كمان أخطاء الفريق، أو نقاط الضعف الفريق المنافس، طيب، فين بقى؟ يعني أنا ممكن أدي كيروش ده، مش هادر أدي له حتى واحد من عشر، تخيل، في كل البطولة العربية، وحتى في مباراة نيجيريا البداية، فأنا شايف حيانه، أنا بعد بطولة كاس العرب، أنا شفت الحقيقة أنه، قلت الكلام ده أكتر مرة، لازم يرحل، لازم يكون فيه قرار باستبعاده تماماً، لأنه هيخسرنا بطولة أمم أفريقيا، وأنا أعتقد بشكل كبير جداً جداً، المباراة، طبعاً ده مش تشائق، ولكن، أنت بتشوف، بتشوف، يعني، مقدمات، يعني فيه مقدمات بتديلك، أو دلائل بتديلك، نتائج اللي جاية يعني، مباراتي كاس العالم، أو التصويرات كاس العالم، طبعاً، مش هتخضع أبداً للتوفيق، وعدم التوفيق، لازم يكون فيه تحضير بشكل جيد، لأنه انت مش عارف هتواجه مين، واحدة من المنتخبات الكبيرة، سواء الجزائر، ومعادي له، يا رب إيجيريا، يا رب إيجيريا، أصلاً إيجيريا، أنا شاف أن إيجيريا بعد مباراتنا دي، ممكن تبقى مرشحة البطولة كمان، من شفت الأداء، والمستوى اليقى، والمستوى الفني داخل الملعب، أنا لم أرى هذا كابتن أشرف، سأختلف معك، يعني أنا حسيت أننا كنا وحشين قوي قوي قوي، لدرجة أنه بنت أنه ناجيريا دي جامدة قوي قوي، بصراحة، ولكن قبل حتى مباراتنا ناجيريا، على فكرة بالمناسبة، بالمناسبة، أنا آسف يعني، أنا شفت لقطات ودقيقة كده بسيطة جداً، من مطش ناجيريا والسودان، السودان بتلعب كرة قدام ناجيريا، وراحت على فكرة، رغم أنه ما في أول ثلاث دقيق، يعني، بس أقول أنه، مع كامل التأدير والاحترام السودان، بس إحنا واجهنا السودان في البطولة العربية، فأنا شايف الخضرات المنتخب السودان يعني، فإنه بيلعب الكرة دي قدام ناجيريا، ومنطقي جداً، يعني لو السودان خسرت من ناجيريا، أحد شقدر يقولها، خسرته ليه، لكن في النهاية لعبة كرة، أو بتلعب كرة قدام منتخب ناجيريا، نعمل هذا، لا، على مستوى الدفاعي، والمستوى الوجومي، يعني، هو ده اللي بس يعني، بخلي الناس في مصر أو جمهور الكرة في مصر، حزين جداً جداً، أنك مقدتش أي حاجة، لا على مستوى الدفاعي، ولا الوجومي، ولا مستوى الاستحواز، ولا على مستوى النتيجة، وتغييرات خاطئة، وتشكيل خاطئ، مفيش أداء، فكل حاجة الحقيقة، سفر، زيرو من عشر يعني، ولكن، إحنا نمتلك، يعني احنا بنقول ان عندنا مجموعة من اللاعبين يقدروا يعملوا نتائج كويسة جدا جدا وليس معدل اعمار صغير نمتلك مجموعة من اللاعبين عندهم خبرات كبيرة جدا كان معي حق ان انا لوم على اللعيبة برضو يعني ان طبعا المسؤول الاول واللي شيلي الشيلة كارلوس كيروش لكن انا برضو الحقيقة يعني حتى ولو المدير الفني عنده اخطاء وعنده كوارث اللي هيحسب عليها ويتحمل مسؤوليتها لكن انا برضو وجهت اللوم شوية للعيبة اشرف لانه لعيبة المنتخب والاسماعي اللي كانت موجودة في الملعب كانت تسمح بشكل افضل من الشكل اللي ظهر به المنتخب في مواجه الناجر انا معاك انا هتفق معاك ولكن لو التشكيل سليم بمعنى الادوار داخل الملعب اختلفت تماما صلاح بيلعب مهاجم مصطفى محمد بيلعب جناح يمين يعني عمر ماشي بنتكلم في مكانه ترزيجي بعيد بقاله 8 او 9 شهور فانت بتتكلم في الخط الامامي المفترض انه احنا بنجهز كل هجماتنا او كل بداية كل هجمة لنا بتبتدي من تحت عشان تقدر تطلع على الناس اللي قدام الناس دي مش موجودة كل تحركاتهم خطأ انت لناحي لمن احنا ما عملاش منها اي هجمة يعني كل ترزيجيه طبعا يعني كان الله فرعونه كنت اتمنى ان يرفض ان نبتدي كنت اتمنى ده لانه الحياة يعني ظلم نفسه وبتأكيد كروش ظلمه ظلم منتخب مصر يعني انت الاربعة اللي كانوا قدام مع ترزيجيه بالتأكيد كان صعب جدا جدا انك تقدر تطلع بهجمة او تبني عليهم هجمة عشان كده مش هقدر اظلم لعبتنا في المباراة دي تحديدا لو كان التشكيل سليم وكل لعب في مكانه وتوظيفه سليم بالتأكيد كان يبقى على اللعبين دور كبير جدا جدا في هذه النتيجة وهذا الأداء يعني